السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة خليفة الغزالي اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو سنشرح معكم هاد الانواع ديال المحاولات كل واحد واشنو الدور ديالو وكيفاش الخدمة ديالو بالنسبة لهاد النوع ديال المحاولات فرا هو كيخدم المنازيل يعني كيخدم 12 فولت وكيعطينا 220 ديال الاسي كتدخل 12 فولت ديال الديسي اللي كتجينا من البطارية وكتعطينا 220 بالنسبة لهاد النوع راه 12 فولت وكينين انواع اخرين اللي كيكونوا 24 فولت وكيكونوا 36 فولت وكيكونوا 840 فولت بالنسبة لهاد النوعية هذي فرا عندنا السالب هو الاسود والموجب هو الاحمر كينا واحد نوعية اللي ممكن تبرونشي فيها 12 فولت وتبرونشي فيها 24 فولت يعني كتكون هاجينة كتخدم 12 فولت وكتخدم 24 فولت اما بالنسبة لهاد النوع فرا كنخدمو ليه بطارية واحدة او لا كنشدو بطاريات كنجمعهم وكنبرونشيو 12 فولت بالنسبة كيما قلنا هنا راه كيما كان عارفو البطاريات كيكون فيها البلت وكيكون فيها الموعة الناقص والزائد إلا قلبنا مثلا هاد البوليريزازيون ديالهم راه غادي تتحرق لنا المحويد إذا خاصنا ضروري نديرو الزائد في الزائد والناقص في الناقص باش نحصلو على فولتية ديال 220 ماتين وعشرين من 12 فولت الماتين وعشرين بالنسبة للمخارج ديالو راهوما هادو ما كيفوتوش 16 امبير يعني جوج ديال المخارج هاد المحويل الفوات يقدر يخدم ليك واحد جوجة الفازات مثلا وربعات البولات مثلا باش يخدم ليك مضخة صغيرة او اللي يخدم مثلا شي حاجة اللي كبيرة في الفولت وفي الامبيراج راه ما غاديش يخدم كنشوفو اللي كبر من النوع في الوات بحال هاد النوع الثاني اللي غادي نشوفو ان شاء الله اللي فيه حتى الالفين وات هو اللي ممكن تخدم بيش يحويج اللي الفولتاج والامبيراج ديالهم طالع بزاف اللي اخوان الله يجازيكم بخير إلا كان هذه اول مرة كتشوف القناة ديالي ما فيها بس تدير اشتراك و تدير تعليق إلا عجبك المحتوى ديال القناة فمرحبا بك في قناتك القناة كتهتم بجميع ما يخص الطاقة الشمسية بالنسبة لهذا النوع فراه هو كيشبه للنوع الأول إلا بيتي تجمع جوج بطاريات باش يعطيك 24 فولت غادي يخدم ب 24 فولت كما كان عارفو حتى هذا النوع فيه البليس وفيه المواه وكناحاولو منقلبوش الأسلاك باش ميتحرقش لنا المحويل هذا فيه ألفين وات ألفين وات هتقدر تخدم ليك مثلاً واحد المضخة ديال نصف حيصان أو مثلاً واحد المنزل اللي كيتكون من تمانية مصابح وتلفاز أو تلفازين الإخوان ما تنسوناش الله يجلزيكم بالخير باللايك والاشتراك في القناة بالنسبة للإخوان اللي كيسولوني في التعاليق كيقولوا لي أخس كتدر لي واحد المنظومة ديال الطاقة الشمسية ديال المنازل بالنسبة للإخوان المنظومة ديال الطاقة الشمسية ديال المنازل لضع إلى علمال هذه المحولات كنزيدو ما نصطنه من الجود وكنزيدو معاه całe الباطاريات كين واحد النوع آخر اللي كريكبو ليه لأنجيكسيون كنبرونشيه الطاقة الشمسية فيหلال وكننا برونشيو معاه أيضاً الكهرباء منهار را كتستافد من الطاقة الشمسية والليل كيقلب� عطون Same وخفص مون كي spezik يعني كتستافد من الطاقة الشمسية غير منهار مكتركبش ليها البطاريات كين واحد النوع وليه هو هاجين كتركب ليه الطاقة الشمسية وكتركب البطاريات وكتركب ليه الكهرباء يعني بنهار كتستفد من الطاقة الشمسية وحتى لك أن تشتاء أولى الضباب كتستهلك من البطاريات وإلى أخوة مثلا البطاريات فراك يقلب أوتوماتيكم وكيجر من الكهرباء كين أيضا هذا النوع من المحولات هذا كنعتبروته هو نوع من أنواع المحولات اللي ممكن تخدم به المضخة ديال السيرفاس أو تخدم به المضخة ديال الغطاس على حساب الامبيراج والفولت اللي فيه كين ديال 220 وكين ديال 380 فولت بالنسبة لهذا النوع ديال المضخات فحالة ما إلا ركبت ليه الطاقة الشمسية بحال هاد شكل هذا فراك تركب ليه واحد الفارياتور هذا كنعتبره من نوع من الأنواع ديال المحولات هذا كيحول لنا الفولت ديال ديسي كيحول لنا الأصي 380 فولت بالنسبة لهذا المحولات هادو راهم ما كيخدموش لانستاليسيون ديال المنزيل مثلا تركب هاد المحول هادو لا يمكن أن يكون لديه سيستم الخدمة لا يمكن أن يكون لديه سيستم البطاريات أو الإنجيكسيون يمكن أن يكون لديه طابله و المضخات الغطاس يمكن أن يكون لديه الأشكال و الأنواع على حساب الكيلو وات وعلى حساب العمق البير وعلى حساب شحال كتدفع أو مثلا دي بي ديالها يعني ذلك الشي اللي كتلوح ديال الماء وهذه النوعية كتخدم على حساب الفريكونس كين فيها ديال 380 فولت وكين فيها واحد النوع ديال 220 فولت بحال مثلا عدك المضخة ديال الغطاس مخدمها بالضوء بـ 220 ممكن تخدمها بعض الفرياتور وخافيها الكنتونساتور أما بالنسبة للديول 380 فولت رأي ممكن تخدم المضخة ديال 380 فولت سواء كانت ديال الطاقة الشمسية أو لا ديال الكهرباء بالنسبة لهذا الفولتاج اللي كتشوفه ديال 300 فولت و 780 فولت فرا هذا الفولتاج ديال ديسي يعني ذلك شي اللي كي يجي من الألواح ديال الطاقة الشمسية وكين خرجوا لينا 180 فولت ديال الاسي بالنسبة للخدمة ديال هاد الفرياتور فراه كين واحد النوع اللي كي يخدموه من هاد البوطون هاد الخضراء راه مارش بالنسبة للبوطون الحمراء فراه كتدير من نوع الاري كين اللي كي يركبوه هكا سامبل ولكن ما كان نصحش الناس يركبوه سامبل ما الأحسن ندير له لنورم دياله باش تحافظ على الفرياتور ديالك بالنسبة للكيلو وات راه كل واحد وفيه العدد ديال الكيلو وات على حساب المضخات اللي عندك مثلا المضخة ديال جوجد الأحصينة راك تركبو له جوج فاصلة جوج كيلو وات بحال هاد النوع هاد كيما كتشوفوا الاخوان هذا اللي شفنا في الأول راه 380 فولت كيدخل من 300 فولت ديالسي حتى 780 ديالسي وكي يعطينا 380 فولت اما بالنسبة لهذا فراكي يخدم دوس سانفا يعني كتدخل لي ديالسي وكي يخرج لك دوس سانفا ممكن تخدم به واحد المضخة مثلا عندك في المنزل كتخدم بالكهرباء وبيتي تستغلها باش تخدمها بالطاقة الشمسية فراه هذا هو النوع اللي كنديره له هادوك الأنواع ديالسي المضخات اللي شنا ديالسي 380 ما غاديش يخدم لك المضخة ديالسي الكهرباء اللي فيها الكوندونساتور لهذا النوعية هاد فراكي تبدأ ب 150 فولت ديسي يعني لوح شمسي فيه 150 فولت او لا 250 فولت به باش كيبدأ يعني كيدير امارش حتى ال 450 ما خصناش نعطيه كتر من 450 و ما خصناش نقللوليه قل من 150 فولت ديسي ما غاديش يخدم لالاماكين ديال البرونشمون ديال هاد الفارياتور فراكي نصيبوه كيخدم بالضو يعني كتخدموا بالضو في حالة ما الى الطاقة الشمسية ما خدماش كتبرونشي لي الكهرباء ديال دوسا ونفا كنبرونشيو الفاز في الأل وكنبرونشيو النوتر في الان اما بالنسبة للطاقة الشمسية لدينا بي بليس و بي مواه يعني البلاك سولار كنبرون بليس في البليس و كنبرون المواه في المواه ال E و V و ال W هما المكان ديال المضخة اللي كتكون طروع فيل و كتكون معها الكوندونساتور اخواني ما تنسوناش باللايك و الدعمونا في القناة و شكرا لكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركته الى فيديو قادم ان شاء الله موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر